أيضا رسالة يا شيخ هل من يموت يعلم أنه سيموت ولو قبل مدة يعني انظر سأقول الكلام لكن أرجو أن يؤخذ على محمل العلم لا على محمل يعني الاعتراض كل من يملك دليلا فهو قوي لأنه درع فهل هناك رجال أو رجل يعلم أنه سيموت أو لا أقصد الوقت المحدد لتأخذ بعين الاعتبار يعني يشعر أن الأجل قد اقترب نعم لكن الله عزل يبعث إشارات ينتبه لها كل عاقل أو كل موفق يعني الله عزل يبعث إشارات أن أجلك يا فلان قد دنى فينتبه لهذه الإشارات كل من أراد الله به التوفيق لكن اعقل معي الكلام بداية نبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لما جبريل كان يراجعه القرآن في كل عام مرة أليس كذلك؟ نعم في العام الذي مات فيه راجعه القرآن مرتين أليس كذلك؟ نعم يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم لما جبريل راجعه القرآن أكثر من مرأي مرتين ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أرى إلا أجلي ما أرى إلا حضور أجلي انظر إشارة في كل سنة مرة مرة لماذا العام مرتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أراه إلا حضور أجلي هذه الإشارة فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن بمراجعة جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام بمرتين للقرآن دل على حضور أجل محمد عليه الصلاة والسلام لهذا كل موفق ينتبه لحضور أجلي المسألة الثانية هذا الدليل أول دليل الثاني عمر رضي الله تعالى عنه اعقل الكلام لأني حينما أقول معلومة أحب أن ينقل أن تنقل على الوجه الصحيح عمر رضي الله تعالى عنه في آخر عام حج فيه اسمع في آخر عام حج فيه وهو يرمي الجمار جمرات الرجل من خلفه كان عمر أصلع رضي الله تعالى عنه للعلم كان أصلع رضي الله تعالى عنه وإنما الشعر على جانبي فرجل من خلفه كان يرمي الجمار فجاءت جمرة على رأس عمر فنزف دما عمر رضي الله تعالى كان يرمي الجمار وكان في المقدم ورجل تعلم كيف كانت الجمار فرمى الجمرة فجاءت على رأس عمر فانبعث الدم فقال الرجل يا عمر يا عمر أراد أن يعتذر رجل من الصحابة من التابعين لما سمع الكلام قال لصاحبه أرى أن هذا العام سيموت عمر صاحبه قال كيف ما زالوا مشهد أمامهم قال أما سمعت الرجل قال له يا عمر ولم يقل له يا أمير المؤمنين فهذه إشارة على أن عمر سيموت وتزال إمارته فما جاءت إلا شهور ومات عمر قتل رضي الله تعالى عنه إذن هناك إشارات تبعث لكن ينتبه إليها كل عاقل أعطيك مثال آخر ابن عباس رضي الله تعالى عنه لقي علي في فتنة الصحابة لا أريد أن أقول فتنة الصحابة في الفتنة التي وقعت ابن عباس قال لعلي رضي الله تعالى عنه قال دعني أكيد لك يعني اجعلني أكيد لك قال علي لابن عباس لابن عباس قال له دعني من كيدك وكيد معاوية أنا لا أعرف إلا السيف يعني لا أريد لا كيدك ولا كيد معاوية أنا أعرف السيف هو الذي يرشدني للحق فقال اسمع ها اسمع للفراسة قال ابن عباس قال يا أمير المؤمنين لعلي إن أهل العراق إن أهل الشام إن أهل الشام مطيعون لمعاوية فإن أنت أبيت دخلت الشام للعراق بعد وقوع ما وقع فعلا وقع ما قال ابن عباس ماذا قال علي قال كأن ابن عباس يرى أو ينظر للغيب من ستر خفيف أو من ستر رقيق ها هذا كلام لها كذا فخرج علي رضي الله تعالى عنه من بيته انظر فاتبعه يعني بعض البط وقيل إلى النهاية خلف علي فنظر علي إليهم ثم قال ما أرى إلا جنازة قد اقتربت فدخل المسجد أو ما أرى إلا هذا النقيق يتبعه عويل كما قال علي فدخل المسجد فضرب بالسيف ثمات علم لهذا قيل أن الله عزيزي يبعث إشارات لكل رجل أن أجله يقترب أن أجله يقترب لكن يحتاج إلى توفيق من الله عز وجل لينتبه أن الأجل قد اقترب أن الأجل قد اقترب هذا يعني بعض قول أهل العلم رحمهم الله ومنهم من تأتيه الإشارات وتأتيه التنبيهات وتأتيه الروا والأحلام وتأتيه وتأتيه لكنه لا يبالي كأنه يخلد إلى الأرض كأنه يخلد إلى الأرض والله تعالى أعلموا وعزوا